سلم وبارك على سيدنا محمد وانفعنا بسنته يا رب العالمين ولا تفرق يا ربي بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله واسقنا يا ربي من يده الشريف شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم ام ما زلنا في الباب الأول الذي نتكلم فيه عن أو تكلم فيه الشيخ محمد ابن عمر بحرق الحضرمي الشافعي عن صرد مضمون الكتاب ونحن اتفقنا منذ بدأنا في هذا الكتاب أن الشيخ محمد ابن عمر بن بحرق الحضرمي الشافعي رحمه الله رضي الله عنه له تبويب عجيب في هذا الكتاب تحديدا من بين كتب السيرة تبويبه العجيب أنه جعل بين يدي الفصول مقدمات تمهيدية كل مقدمة من هذه المقدمات تصلح أن تكون كتابا مستقلا فهو أولا تكلم فيه فصل تمهيدي عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كعاجة الكتاب الذين يكتبون في الموالب وهذا قرأناه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم هو الآن يتكلم في فصل تمهيدي أيضا لكنه يتناول ما جاء في كل الكتاب بعد ذلك وكأنك حين تقرأ هذا الفصل التمهيدي كأنك أحط بكل ما في الكتاب بدأنا في الفصل التمهيدي فقرأنا إلى أن وصلنا إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعرضنا بعضا مما ورد في الكتاب ومما كان في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هاجر من مكة إلى المدينة وتوقفنا عند هذا في المرة قبل الفائتة نحاول في هذه المرة أيضا أن نسرع قليلا لنمر على السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم وما كان من أمر المدينة والثانية والثالثة والرابعة والخمسة كم سنة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ عشر سنوات نحاول أن أخذ منها خمسة المرة والمرة قادمة نأخذ خمسة إن شاء الله نستطعنا لأن السيرة مباركة كلما قلبت في أحداثها استفدت شيئا جديدا كلما عشت مع صاحبها أنا أزعم وأسأل الله أن يرزقنا ويقوم الإخلاص أنك كلما كنت قريبا من السيرة زاد قربك من صاحب السيرة كلما كنت قريبا منها هذا هو شأن المحبين أنت حين تحب لعبا من لعب الكرة تقرأ عنه وعن حياته وعن أولاده وكذا كيف لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم فتقرأ عن سيرته فالواجب أن تتعلم شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم تقربك منه وتأخذ بيدك إليه وتشغل نفسك به والمعروف أنه كلما أحببت أمرا وأكثرت من ذكره كلما احتل من نفسك وقلبك وعقلك وواقعك ومنامك مكانه لذا لا تعجبون لا ينبغي أن تعجبوا أبدا حين تسمعوا عن أناس يرون النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كيف أنت تقول أنا أحاول منذ مدة طويلة أن أراه في المنام ولا أستطيع تعرف لماذا لا تستطيع لأنك مشغول بغيره أصلا أنت مشغول بغيره وبعض العلماء بعض العلماء حين أحب أن يربي مريديه على هذا المعنى ذهب إليه تلميذ يوما وقال له يا شيخ أنا أحب أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولا أراه أحب هذا لكني لا أراه فدلني على أمر يجعلني أراه قال له كل طعاما مالحا فذهب الطالب فأكل طعاما مالحا فرجع عليه قال أكلت طعاما مالحا قال كل طعاما مالحا أيضا ظل يقول له كل طعاما مالحا والطالب يسمع الكلام يسمع نصيحة الشيخ وأكل طعاما مالحا فلما نام الغلام أو نام الولد وماذا رأى في نومه رأى بحارا وأمواجا وماءا كثيرا لأن الطعام المالح أحواجه إلى الماء فأردا يشرب فشغل بالماء فلما نام جعل يرى البحار والأنهار فجعل شيخي قال يا شيخ أنا رأيت البحار قال لو شغلت نفسك برسولك صلى الله عليه وسلم كما شغلت نفسك بالماء لرأيته فنحن كيف انشغلنا به أو انشغلنا عنه نحن في أي الفريقين انشغلنا به أو انشغلنا عنه صلى الله عليه وسلم فنسأل الله أن يشغلنا به وأن يجعلنا معه وأن يلحقنا به إن شاء الله في جلة النعيم في أول السنة الثانية أو آخر السنة الأولى نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله وكان الأمر بالجهات في الفترة المكية لم ينزل بعد في الفترة المكية هذه الفترة ثلاثة عشرة سنة لم يرفع فيها سيف على الكفار مع أن الكفار كفار مكة ومشركي مكة كانوا يعذبون الناس وكان يمكنهم حتى المسلمون المستضعفون كان يمكنهم أن يغتالوا كما يقال خلصة أو في خفية أو من استطاعوا أن يقتلوه قتلوه لكن لم يرد أمر بالجهاد والمقتال في الفترة المكية أبداً وكأنه ينبغي أن نتعلم أن الأصل أن تجاهد نفسك على صحة العقيدة القتل والقتال والجهاد ليس غاية في ذاته إنما الجهاد وسيلة لغيره وسيلة لتمكين الدين في قلوب الناس فإذا استقرر الدين في القلوب خلص المسألة منتهية لكن بعض الناس يفهم هذا فهماً مغلوطاً فالجهاد نزل في الثنة الثانية في أولها أو في آخر الأولى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثنة الثانية أيضاً حدث ما نعرفه من تحويل القبلة وهذا الأمر تحويل القبلة أمر عجيب وكان صعباً جداً على نفوس بعض الناس وكان جميلاً جداً عند بعض الناس كان المسلمون لهم موقف وكان اليهود لهم موقفون مختلف وكان المشركون لهم موقفون مختلف كل طائفة فسرت هذا الحدث بوجهة نظر كل طائفة منها رأت الحدثة رؤية مختلفة بعض ضعاف النظر رأوا أنه قد تحول من قبلة إلى قبلة يوشك أن يترك الدين ويرجع إلى ديننا كما تحول من قبلته المسجد الأقصى الذي صلى إليه ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً قالوا يوشك أن يترك دينه ويرجع إلى عبادة الأصنام مرة أخرى طمعوا في ذلك وصنف شككوا في الناس قالوا له أنت الآن تحولت من قبلة إلى قبلة فإن كانت الأولى صحيحة فما حال من مات ولم يتحول معك وإن كانت الثانية صحيحة فكيف حال أعمال الذين وهكذا ظلوا يشككون الناس حتى شك بعض الناس في هذا الأمر وبعض الناس طمعوا في أن يهادنهم أو أن يجاملهم وأن يلجأ صلى الله عليه وسلم وحاشاه إلى أن يكون معهم في شيء من أمور عباداتهم لكن هذا لم يكن لأن الله عز وجل أعلن حتى وأنتم تقرؤون هذه الآيات في القرآن الكريم فيها إشارات عجيبة جداً فالله عز وجل سماهم الصفهاء سيقول الصفهاء من الناس ويكفي هذا رداً عليه الله عز وجل ألم يقول سيقول المشركون أو الكفار سماهم الصفهاء على الجملة الصفهاء يعني ضعاف العقول كأنه يقول إنهم لا يعرفون أن التحويل من قبلة إلى قبلة ليس بأمره هو إنما هو من الله الله عز وجل هو الذي يأمر والله عز وجل هو صاحب الشرع والذي يقول صلي إلى هذه القبلة أو إلى غيرها وفي شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة صيام شهر رمضان المبارك وكانت هذه نعمة من الله دائماً ينبغي أن تنظر إلى الشرع على أنه نعمة الله عز وجل حين كلف الأمة بالصلاة هذه نعمة من الله وهدية حين كلفها بالصيام نعمة وهدية حين كلفها بالحج نعمة وهدية وهكذا كل تكليف وفي السنة الثانية أيضاً كانت غزوة بدر الكبرى وغزوة بدر الكبرى التي سماها القرآن يوم الفرقان الذي فرق فيه بين الحق والباطل وبدأت شوكة المسلمين تستقر وأمورهم وأمورهم تظهر ويظهرون على عدوهم فكانت اسمها غزوة الفرقان وبعد السنة الثانية بعد بدر حدث بعض المشكلات حدثت بعض المشكلات الصغيرة التي ترتب عليها أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بعض المؤذين الذين كانوا يؤذون الله ويؤذون رسوله صلى الله عليه وسلم ويعطلون دينه ويؤلبون يعني يوسوسون يزينون يعني يحاولون أن يروجوا الباطل بعض الناس يتلقف مثل هذه المرويات ويقول هذا الإسلام دين قتل ودين إرهاب ودين إرجاف ودين كذا وكذا لكن هل يطلب من المسلم أيضا أن يستباح عرضه ويستباح دمه ويكون فيه ما يكون ثم هو مسلم راض مبتسم هذا يتنقض مع العقل والمنطق لذلك حين نتأمل مشاهد التي جاء فيها مثل مثلا قتل كعب بن الأشرف أو أبي رافع بن أبي الحقيق هؤلاء لما قتلوا انظروا كيف كان حالهم النبي صلى الله عليه وسلم حين تتأملون المشاهد التي مر بها في المرحلة المكية جاء وهو كان من الأشراف ومن السادة بل كان أشرافهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك جاءه رجل مرة فجعل يخنقه خنقا شديدا ما انتصر لنفسه ولا ضربه بل ولا سمح للناس أن يتوجه إليه بالسب أو الشت إذن المسألة ليست مسألة انتصار للنفس لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة وجاءه رجل فاستل سيفه وقال من ينصرك من الآن هذا الذي هدده بالقتل لم ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه لم يقتل ولم يدعي الناس يقتلونه أيضا إذن المسألة ليست انتصارا للنفس بقدر ما هو انتصار لله عز وجل وحرص على بلوغ الدعوة للعالمين وكأنها من متممات بلاغ الرسالة نحن لا ننتصر للنفس إن شتمنا أو سببنا أو اتهمنا وإنما أنت صاحب منهج فأنت تؤدي الرسالة وتبلغ الأمانة وتوصل ما اتمنت عليه أو استأمنك الله عز وجل عليه دون أن تأخذك الأحاسيس أو المشاعر التي يكون فيها إحساسك بالنفس زي إذن فأمر بقتل كعب بن الأشرف وهو يعني كعب هذا كان في حصن وقتله بعض الصحابة وكان على رأسه محمد بن مسلمة وفي حديثة قتله يعني أمور عجيبة لأنه كان في حصن يعني كانه حصن ومحمي وكانوا لا يستطعون أن يصلوا إليه حتى بحيلة من الحيل وصلوا إلى قتله وكذلك أبي رافع بن أبي الحقيق في السنة الثانية أيضا نقضت اليهود عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون أن المدينة كان فيها قوائف من اليهود بن القينقاع وبن قريضة وبن النظير نقضت يهود المدينة بن القينقاع نقضت عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ننظر إلى هذا الوفاء ونظر أيضا إلى هذا الخلق الذي قل في دنيا الناس ما هذا الخلق الذي قل في الناس؟ هؤلاء القوم لما بن القينقاع هم رحتوا عبد الله بن سلام أو ابن سلام وسيدنا عبد الله بن سلام هذا كان حبرا من أحبار اليهود يعني هو كان حبرا كان عالما من علماء اليهود لكن لما نقضوا العهد وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاسبهم بنقض العهد استوهبهم منه يعني عبد الله بن سلام هذا بالرغم أنهم سبوه وشتموه لما علموا بإسلامه يعني هو عبد الله بن سلام هذا كما تعرفون في قصة إسلامه بعد أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام قال له يا رسول الله أنا سأختبئ ثم أدع أنت يهودا يعني هات الناس من اليهود وأسألهم عني وانظر ماذا يقولون لك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتى ببعض اليهود وجعل يسألهم ما تقولون في عبد الله بن سلام يقول هو سيدنا وابن سيدنا وهو عالمنا وهو كذا ويصنون عليه جدا فخرج من مخبأه فقال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالوا هو أسوأنا خلقا وأذمنا وجعلوا يذمونه الآن منذ ثواني المعدودة كنتم تمدحونه فهم قوم بهت اليهود قوم بهت قوم إنكار للمعروف وقوم افتراء وبهتان فالشاهد مع ما فعلوه مع عبد الله بن سلام وسبوه وشتموه واتهموه لكن عبد الله بن سلام رضي الله عنه استوهبهم من النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له هبهم لي يعني اتركهم لي وهم أصحاب خيانة لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقدر ذوي الشأن ويحترم ذوي المرؤات وهبهم لا تركهم من أجل ماذا؟ من أجل إكرامي واحد من أصحابه هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه حتى نزلوا على حكمه في السنة الثالثة في شوال كانت وقعة أحد معركة أحد وأنتم تعرفون أن الدولة أو الدائرة في غزوة أحد كانت للمشركين على المسلمين هنا إشارة مهمة جدا تتعلق بمسألة التحرج الذي يقع فيه بعض الناس من قولك هزم المسلمون أو لم يهزموا يعني نقول هزموا أو نقول لم يهزموا ما الذي نقوله بعض الناس يقولون لا لا نقول هزم المسلمون نعم هزيمة المسلمين في هذه الغزوة نصر أيضا نحن نقول حتى وأنت هذا مبدأ تتعلمه في حياتك المحاولة التي تفشل فيها في مذاكرتك أو في عملك أو في أي شيء من أمور حياتك هي درجة للنجاح يعني أنت تتعلم مثلا كيف تصنع هذا الكوب مثلا أو تصنع هذا الجهاز أنت لا تصنعه من أول مرة إنما تصنع مرة وتفشل أو تخفى عليك بعض الأمور فتجرب مرة أخرى فالمرة الأولى تعلمت منها وهكذا فهؤلاء المسلمون وهم في غزوة أحد لم يهزموا إنما هزمت المعصية في قلوبهم هزمت المخالفة عندهم لأنه كما تعرفون في أمر غزوة أحد أنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم قدرت تبرمات على ظهر الجبل وقال لهم لا تتركوا ظهورنا حتى وإن رأيتمونا غلبنا لكنهم ظنوا أن المعركة انتهت فنزلوا ليشاركوا في جمع الغنائم فانكشف ظهر المسلمين فنزلوا أو دار خالد الدنيد رضي الله عنه بجيشه وانكب على ظهر المسلمين وأعمل فيهم القتلى بالسيوف والرماع طيب تعالوا نفكر لو أنهم كانوا خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتصروا كيف كنا نقدر بعد ذلك أمر النبي يقول نحن خالفناك وانتصرنا خالفنا أمرك وانتصرنا إذن النصر ليس معك لكن حتى تتعلم الأمة أن النصر من أين يأتي من اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم النصر يأتي من هنا نعم النصر يأتي بالاتباع ولذلك هؤلاء المتبعون والمحبون جعل الله عز وجل قيمة الواحد منهم بمئات لأنه متبع لأنه محب لأنه صادق لكن إن اتبعت نفسك وتوكلت على ذاتك وأدواتك خلاص أنت والدنيا أنت والدنيا وفي السنة الثالثة أيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عاصم ابن ثابت في عشرة يعني معه عشرة من أصحابه عينا عينا يعني يأتي له بالخبر فلما كانوا في بعض الطريق عند بئر تسمى بئر الرجيع خرجوا عليهم فقتلوهم في قتل في هذه الحادثة تحديدا فيها كرامة لعاصم ابن ثابت رضي الله عنه وفيها أيضا إشارات طيبة جدا المسلمون أو الوفد الذين كانوا على رأسهم عاصم ابن ثابت رضي الله عنه لما خرجوا وتبعهم المشركون خاطبهم المشركون بأن ينزلوا عليهم أو يعني يتركوا صيوفهم ورماحهم ونبالهم على أن يعطوهم الأمان لكن عاصم هذا قال لا أنزلوا في ذمة مشرك لا أنزل في جوار مشرك لكن خبيب ابن عدي وزيد ابن الدثنة أو ابن الدثنة نزل وقبل من المشركين هذا الكلام فاستاق المشركون هذين الرجلين أسرى وباعوهما في مكة ثم قتل في مكة طيب وبقية الصحابة بقية الوفد بقية الوفد لم ينزلوا في جوار المشركين لأنهم قد علموا أو توقعوا منهم الغدر الشاهد أو المشهد الذي ينبغي أن تلتفت إليه في قصة الرجيع أن سيدنا عاصم هذا رضي الله عنه قال لله عز وجل وكان قد احتمى وراء صخرة قال يا رب اللهم إني أحمي دينك فاحمي لحمي هكذا قال قال يا رب إني أحمي دينك ودفع عن الدين فاحمي لحمي ما معنى يحمي لحمه يعني جسمه لا يتعرض للمثلة تعرفون المثلة تقطع أنوفهم أنوفهم وأذانهم وهكذا طيب وما الذي يخوف عاصما لأن عاصما رضي الله عنه كان قتل بعض المشركين وكان بعض الناس أقسموا لإن ظفروا بعاصم ليشربن في قحف رأسه الخمر أقسموا على هذا أنهم لو أمسكوا عاصما هذا وقتلوه سيجعلوا رأسه كوبا يشربون فيه الخمر فدع الله عز وجل فقال هكذا اللهم إني أحمي دينك فاحمي اليوم لحمي لكنه قتل رضي الله عنه واستشهد فلما جاء الكفار ليأخذوه أرسل الله عز وجل عليه ظلة من الدبر تعرفون النحل ذكران النحل كبير كلما هم المشركون ليأخذوا جثته جاءت ظلة الدبر فيفر المشركون كلما جاء حتى قال عمر بن الخطاب رأيته مرفوعا بين السماء والأرض فإذن هذه طبعا كرامات لا تنكر كرامات الصالحين هذه مستمرة في الأمة إلى قيام الساعة فانظر كيف حمى الله عز وجل عبده في حياته وأيضا بعد مماته رضي الله عنه وفي السنة الثالثة بعد غزوة أحد أيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع عامر بن مالك العامري واسمه ملاعب الأسنة ما معنى ملاعب الأسنة؟ الأسنة هي يعني أسيوف والرماح حين يكون الإنسان ملاعبا للأسنة يعني يلعب بالسيوف والرماح هذا يدل على أنه فارس وأنه شجاع وأنه بطل وهكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع عامر سبعين رجلا من أصحابه وكان هؤلاء السبعون يقال لهم القراء يعني من أمهر من يقرأ القرآن ويعلم الناس الدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبائل سليم عصية ورعل وذكوان قتلوا السبعين قتلوا سبعين صحابيا ثم تقول بعد ذلك إنك لابد أن تكون مؤدما وطيبا قتلوا سبعين قارئا من القراء في أمة حينئذ كان هؤلاء القراء يعني على قلة وأيضا على ضرورة وعلى أهمية تقول لا لا نحن لا نقتل نحن سنسامح هذه السماحة أو هذه الرحمة الحمقاء أحيانا حين توضع الرحمة مكان المؤاخذة والمسؤولية تكون رحمة حمقاء لا ينبغي أن تكون رحيما أبدا رحيما مطلقا لذا حتى قالوا والأدباء ينقلون هذا المعنى فيقولون ومن يكو حازما فليقص أحيانا على من يرحمه أنت عندك ولدك الصغير تقول له ذاكر يقول لا 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 أذكر هذا يقول نعم أنا رحيم بولدي لا تذكر يا ولدي ماذا يكون من أمره لا يذكر بعد ذلك صلي لا 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 أنا متعب لا أصلي لا تصلي يا ولدي ما هذا هذا ليست رحمة هذا حمق هذا حمق الرحمة تعني حكمة الرحمة لا تعني الحماقة إنما الرحمة تعني الحكمة فلما قتلوهم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقنط عليهم في الصلاة ويدعو عليهم لأنهم قتلوا سبعين من أصحابه القراء رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين وفي السنة الرابعة قصد النبي صلى الله عليه وسلم بني النظير لماذا؟ ليستعينهم في يدية الرجلين الذين قتلهم عمر بن عمية الضمري وهو ذاهب النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادة اليهود هناك في المدينة أنهم لهم حصون يعني أشبه في الوقت المعاصر بالكومباوند مثلا لكنه صغير صور يتحصلون في داخله ولا يستطيع إنسان أن يدخل وعليه حراسة وعليه بوابات وهكذا فأسند النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى جدار هموا حينئذ أن ينقوا على رأسه صخرة حتى يقتلوه ويتخلصوا منه ثم تقول نحن مسالمون يعني هذا كيف يكون الشاهد استند إلى جدار حصن لهم فهموا بطرح حجر عليه فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك فقام من مكانه موهما لهم أنه ذاهب أو أنه غير يعني منصرف لكنه تحرك من مكانه حتى لا يصيبه الحجر ثم صبحهم بالجيش فجلاهم عن مكانهم وهذا كان من حسن التدبير والتصرف من النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت حينئذ سورة الحشر أو سورة الجلاء التي أجلت هؤلاء من مكانه وفي السنة الرابعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لمغلاقات أبي سفيان رضي الله عنه وكان إذ ذاك مشركا لكن أبا سفيان رضي الله عنه أخلف الموعد ولم يحضر وفي السنة الرابعة أيضا كانت غزوة ذات الرقاع ولم يكن فيها قتال لكن شرع الله عز وجل فيها صلاة الخوف وحصل فيها الذي قلناه منذ قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت ظل شجرة وقت القيلولة يعني وتفرق عنه الناس فأتى رجل يقال له غورث ابن الحارث فاستل سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من ينصرك مني أو من يحميك مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله فارتعدت فرائس الرجل وكأن كلمة الله حين تخرج من قلب موقن لها سر ولها أثر لكن هذا القلب الغافل قل الله لمدة سنة دائما وأنتم حتى تجدون هذا في كل شيء بسم الله وهذه كلمة نحن يعني ما أيصر أن نتكلم بها لكن أي قلب هو الذي يرجى أثره حين ينطق بها ليست كل القلوب الله سبحانه وتعالى كلمة واحدة لفظة واحدة لاسمه سبحانه وتعالى لكن من القلب الذي يتكلم بهذه الكلمة في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أنه خرج في سفرة مع أصحابه في رحلة يعني في سفر فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم طلبوا منهم القرى والإكرام فلم يكرموهم فلدغ سيد ذلك الحي كبيرهم وسيدهم أصابته لدغة واللدغة في دنيا الناس تحتاج إلى طب وإلى علاج فسعوا له بكل علاج طلبوا العلاج لا ينتفع بشيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط لعل أحدهم أن يكون راقيا فجاء رهط أبي سعيد فقالوا لهم إننا يعني لدغ سيدنا ولو فيكم راق يرقيه فقال أبو سعيد أنا أرقيه لكم لكن لا أفعل حتى تجعلوا لنا جعلا نتفق على أجرى يعني فاتفقوا معه أو صالحوه على قطيع من غلم فجعل أبو سعيد رضي الله عنه يقرأ فاتحة الكتاب الفاتحة فقط فانطلق الرجل وكأنه ما مص بسوء قط وهذه فاتحة الكتاب أنت الآن معك فاتحة الكتاب ماذا تصنع؟ شوية مغصر أي وإذن المسألة ليست مسألة فاتحة الكتاب القرآن كله معنا الآن أين القلب الذي يقرأ مثل قلب أبي سعيد؟ أو مثل قلب عمر بن الخطاب؟ أو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الرجل الله والرجل منسك للسيف قال له الله فسقط السيف من يده ربما أنت لو قلت للإنسان الله الآن لقطع رقفتك نصل الله السلامة والعافية فهم هذا الرجل اسمه غورث ابن الحارث بقتله فعصمه الله عز وجل منه ونزل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وفي السنة الرابعة حدثت غزوة المريسيع والمريسيع فيها أن بن المصطلق خرجوا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما كان في هذا اللقاء أمر يتعلق أو مسألتين يعني كان في هذا اللقاء أمران الأول هو قوله عبد الله بن أبي بن سلول لا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل وهو يرى أنه هو الأعز الأعز ويرى أن استغفر الله ويرى أن الذلة على المؤمنين ونقل هذا الكلام أو نقل هذا الكلام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادت تحدث فتنة لأن عبد الله بن أبي أنكر أن يقول هذا الكلام قال أنا ما قلت لكن اتهم الرجل الذي نقل الكلام وكان أن بر الله عز وجل صاحب النقل وحدث أيضا في هذه الموقعة مسألة حادثة الإفك التي اتهمت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في كلام يطلأ إلى يوم الدين وفي إشارات طيبة وإشارات تربوية وأخلاقية ومجتمعية حتى أنه طبعا القرآن كله نحن نحتاج إلى أن ندرس القرآن من أوله إلى آخره لكن صورة النور تحديدا وأنتم تقرؤون فيها أخبار البيوت وأسرار الأسر وكيفية التعامل وكيفية إدارة جيش وإدارة بيت وإدارة معركة هذا فيها صورة من الأسرار والعجائب ما يوجب على المسلمين أصحاب العقل أن يتأملوها آية آية لذا حتى أنك تجد أول الصورة وكل صور القرآن صور البقرة صورة وليس صورة صورة والفاتحة صورة وقال عمران صورة لكن في صورة النور يقول صورة أنزلناها ثم وفرضناها والقرآن كله أنزل أيضا لكن هذه الصورة لها منزلة صورة أنزلناها وفرضناها والقرآن كله نزل والقرآن كله فريضة والقرآن كله فيه نور وفيه بركة لكن هذه الصورة تحديدا لما فيها من أدابة اجتماعية تحتاج إلى تأمل ونتوقف عند السنة الخامسة ونبدأ بها إن شاء الله في المرة القادمة أسأل الله عز وجل أن يوزقنا وإياكم بركة السيرة وحسن المسيرة واللقاء بصاحبها صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا يعني كما أراد الله عز وجل عباد الربانيين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته